اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في قناتي لقراءة التاروت رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي القراءة تنطبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون فيه اشي بالفيديو اه تستفيد منه قوي ناسبك رح نبلش بيه طاقتك اول بعدين طاقت الحبيب وخطواتكم في المستقبل ونصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا فيه اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي نبلش بكروت النصيحة لبرج الجدي نبين انه فيه حدا بحياتك حاليا يا برج الجدي عم يطالب باهتمام اكتر منك بدك تبين مشاعرك اكتر لها الشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب جديد في ايضا عندك فعم بتحس بخسارة من خسارة علاقة او عم تحس بخيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه اا بتحس بخيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان بانك تبين له الشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلأ هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار طيب بنبلش بيطاقتك اول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوي على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل او مركز كتير على الامور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة عم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعترافه ممكن او بدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك اا ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني هم شوفي الستاندردس تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم اا بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم وعم يحس انه في مطرح بتدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بافكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي هو عروض الحب اللي عم يقدمها لالك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اا يعني اشي صغير اللي عم يقدمها لالك وانت عم شوفك بدك اشي اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح بالموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن اا تقدر تقيسو هالشي بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن اا تقدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك فبينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوفينو فيه اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص اكتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء وبالاخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد فبالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه اه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة اه جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من من رأسه مع اي ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض اه صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوين يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوف كرجل جدي عم بيحس بيخيبة امل كتير عالية من تطور العلاقة يعني بيحسوا انت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح الطاقات اكتر يعني بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجم او ليش عم يحس انه دائما محتاج يدافع عن حاله بالذات بيحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة الكرتن الاب بده يطلع بيحس انه بده يحس انه بده يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف فربل اكتر او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معك فبدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخليه اا صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي ايضا الا انه هالصاحبانين كذاب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخد طاقة change of sword هالملك لحتى عم يشوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تاثر على مجال العمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيت لانه ceremony صعب. عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزغط معه. صعب عليه كتير. فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بطاقته الحالية انه ياخذ وقت مستقضع ممكن لحتى يبني المستقبله او يبني مادياته. طيب مشان هيك هو كتير من غلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته طموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها. طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق? اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون? او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هي طاقة المستقبل? ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك? انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك. فهمت على ايه? فبالمستقبل انت عم تحس بنهاية من نوع ما. عم تحس بالتكملة. فبدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشيه اللي عم بتفكر فيها? او ليش عم تحس انه الوضع ميقوس للنوع? عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة. عم شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن. واغلب التوازن اه اللي عم تبحث عنه توازن روحاني. او توازن بحالك انت. ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك فايفوف سوردز. فايفوف سوردز انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك. يعني انت شخص عنيد جدا. بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر الناس في الطريق. او تخسر علاقة او تخسر حبيب. عم شوفك. برغم انك بدك تحكي مع هالشخص. وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص. لانه العامل المشترك بينكم هون في بدايات. فانت بدك بداية ولكن بدايتك اه فيها حكي فيها صراحة اكتر. هو بده بداية عاطفية اكتر. فا همشوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل. ام تبحث عن الشفاء. ما بدك تتنازل. واحدة من الاسباب اللي ممكن اه تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت اه عم تنظر للامور من منظور واحد. من منظورك انت. بدك الامور تمشي. متل ما انت بتريد. وعم تعاند شوي. طاقتك فيها شوي عيناد. لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياه او بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق معه. طيب بدنا نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة. ولكن الرابط الروحانية بينكم كتير قوية. عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة اه جسدية بطريقة شغوفة كتير. فبن نشوف هالشخص هل راح ياخذ اه خطوة بالتقدم تجاهك? هل بده يحكي معك? شو راح يصير بعد فترة السكون هاي? فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدموله لك. لانه في عندك هال الفارس على على الخيل او على الاحصان اه متجه الى مطرح متجه لما ترحت ورقة ورقة تقدم هاي. وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية. ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء. قبل ما تكون بطريقة جدية. همشوف ان هو بده يخليها عفوية اكتر البداية او كبداية. بده تكون عفوية اكتر. تبدأ بمنظور اه صداقة. بعدين تنتهي الى ارتباط اه او او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره. انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص اتجاهك. بالنسبة لها تحكي عن صونة وايضا تحكي عن اتخاذ قرار. فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم. بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدو انتو كطاقة مشتركة بينكم. بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة. يعني بدنا نشوف اذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج او راح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا عقليا. فبدايات جديدة راح تكون. بدايات جديدة هذه الحكي راح تكون. ممكن ما يكون في عرض حب اه بسرعة يجيك او او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان اه مخبة بينكم راح تحكوا فيه. ايضا راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار لانه او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر. فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة. فيها انتصار. وفيها ايضا وشف وفلمنت امي تتحقق. فاوراق كتير منيحة بصراحة. اوكي حباي ببرج الجدي. بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله راح جوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميلة.